فضال عجب الكشر بتاعنا؟ تسلى من ايدي اللي عملتها هجيب لك كمال لا على قد الحافة تمد رجليك ولا يهلمك على حساب صاحب المحاج معلش انا اكل على قد ما اقدرتك معلش اخلي اول مرة عني يبقى لي مرة عني لو ربانك يبقى لي مرة بلاش وربانك هتخذ بيدو افربنا ماشي بس اه انا عايز اقولك حاجة بيني وبينك العدس ما تبقش تسويه على الاخر والروز تهويه شوية بعد ما تزليه من على النار واخبار المكارونة ايه؟ المكارونة عالي العال انت كنت بتشعر بتاع كشري قبل كده؟ لا انا كنت على باب الله امش انا بقى عشان ما تأخرش على الشوف ماشي تروح تفيني يا فاطمة مايخولي انا لو روحت و اجيت ما انا واقفة هو انا عدوا ايو يا حاج انا عشان ططفح ده انا مكنت غير طبق واحد يا حاجة ايه حصليك يا فلشار؟ غيرلي الحجر ده مش عارف اخد نفس مظبوط مع اني موصل بوضحة ماما ده اللي عمله اهواجي ظلمه يا السلام؟ يعني انت اللي هتوصل وضحة ماما على ششة الحج ولا ايه؟ ما دبتليش معاك طبقك اشغل ان ايه؟ فالح بس تطفح لوحدك ما انت ما طلبتش حاج؟ وان لازم اطلب يعني حالا هروح اجيبه لك لا 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 خلاص خلاص اقعد زمان محفوظ جاي اله هيقل مزاجه ومزاجك انت كمان اولي ايه يا حاج كان طعم وين يا عارفة؟ هو ايه حاج؟ طبق كشر يا موصل كان يستخل حالا كنت ايه هيه هيه انا عايز اقولك حاجه بيني وبيني العدس ما تبقش تسويه على الآخر والروز تهوي شوية بعد ما تزليه من على النار اشتركوا في القناة